مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين اليوم معايا لكم حلاء فاخر قدا من الاخر احلى حلاء بتعملوه هو تارت الفواكه بتعملوه بطريقة بسيطة وسهلة وصراحة اي احد اقدر يعملوه ما فيش داعي تستصعبوه وتقدروا تستخدموه اي نوع فواكه حتى الفروط الليقي قاهز معلب اللي معاكم متوفر تقدروا تعملوه وتقدروا تعملوه بنكهات صح اني مش شاطرة بالحلويات بس لما اعمل حلاء اعملوه بكل اتقان وطعم اكيد اكيد بتقربوه بتصدقوني بتشكروني عليه خلونا نبدأ بالمقادير اول حاجة بنعمل ايش بنقهز الزبدة نحنا محتاجين الى 50 قرام من الزبدة الباردة على اني بعملكم كمية بسيطة عشان بس تقربوه كتقربة تمام هنا عندي كوب من الدقيق وكمان عندي كمان 50 قرام الزبدة وعندي ملعقة كبيرة سكر مع رشة من الملح وهنا عندي ملعقة ماء ممكن اكتر او اقل اما الكريمات الحشو او الكاسترد عندي كوب من الحليب ملعقتين كبيرة كاسترد ملعقتين كبيرة سكر وملعقة كبيرة كريمة شانتي وكمان رشة من الفانيليا اول حاجة بعمل كريمة الكاستر بغلي الحليب مع السكر وخلي لما يدوب السكر وقع دافي شوية هنا بخلوط الكريمة الكاستر بودرة الكاستر مع ماء او ممكن مع حليب بس عشان ما تتكتلش معايا وابدأ احركه وقلبه على نار هادئة انتبهوا ترفعوا النار الان بدأت تتقل معايا كريمات الكاستر ضفت الكريمة شانتية مع رشة الفانيليا واقلبوهم كده اخرس واطفي عليهم الان اهم خطوة انكم تصفوها بمصفة عشان تطلع معاكم ناعمة الكريمة وتغطوها كده ببلاستيك او بكيس عشان ما تنشرش معاكم وتخلوها بالتلاقة يفضل ان تعملوها قبل بيوم هنا للعقينة كوب الدقيق واضيف كمان السكر اضيف مع رشة الملح والان باضيف الزبدة الباردة لازم يشوفوا افرق الزبدة مع الدقيق يتلبس الدقيق بكل الزبدة الباردة لازم تكون باردة عشان تطلع معاكم العقينة هشة الان خلاص بعد ما فرقت الدقيق تمام مع الزبدة باضيف تقريبا الماء على ملعقة ملعقة يعني بس ألم ملعقينة انتبهوا تعقنوا هم شوفوا يضوفوا بيضة بس لاني اني كمية قليلة مينفعش اني اضيف بيضة بطلع البسكوت او يعني التارت بطلع قوي يابس فاني اضفت الماء بالتدريق والماء صدقوني احلى من البيضة بالتدريق اضيف انا اخذ مني ملعقة كبيرة ماء فقط بعد كده كورته كده العقينة بس حقلم ودخلته في التلاقة اقل حاجة يعني خلوها ترتاح بالتلاقة ربع ساعة ممكن يوم كامل عاد هذه الحاجة تقدروا تعملوها الخطوة يعني الحاجة ها تقدروا تعملوها تحضر مسبق من الليل تعملوها لو كان عندكم ضيوف وكده شوفوا اني عندي قوالب ترت ميني تقدروا تعملوه قالب كبير بس صراحة كل ما كان صغير كان احسن الان طلعت العقينة من التلاقة وبدت افرده طبعا الفرد لا تخلوها شرفيع ويقع يابس ولا تخلوه سميك يقع كده زل مكتوم خلوها وسط خلص فردته كده على ورق زبدة وقبت نفس القوالب اللي بعمل فيها وبدت اقطع انتم اذا قالب كبير بتقوبوا القالب وبتقطعوا فيه يعني او انه بتفردنه على القالب بس اني هذي طريقتي اجيب القوالب وصدقوني كل ما كانت ميني كده صغيرة كان طعمة الاد واحلى وتستوي معاكم بسرعة وما تغلبكم مش يعني خلص كده قطعته والان ببدأ بحطه بالقوالب حق التارت اشتركوا تركزوا على خطوة يعني نحط القالب في التارت طبعا الكمية المتبقية هذي بدخلي مرة تانية في التلاقة لانه اني اشتهى يعني القطعة دي دايما تكون باردة تشتغلوا وهو بارد العقينة خلص بدت احط القطع على القالب حق التارت وشوفوا الان كيف بشكل القطعة ركزوا كيف بشكل سواء كان بصحن كبير او صغير عملتوها اني طبعا باقيب لانه صغير التارت ما بقداش اتحكم فقبت طرف الملعقة الخشب وبدت اضغطه عشان ياخد الشكل تمام يعني يعطيني الشكل تمام كده تشوفوا تضغطوها بهذا الشكل نفس كده اذا عندكم حتى عندكم عادة صينية حق البسبوسة تقدروا تعملوا فيبا وتعملوا بالخشبة او بالملعقة وتعملوا هذا الشكل يعطيكم الشكل نفسه بس اني عشان اتبتو اكثر هذا الشكل اضغطو بالملعقة نفس موضح لكم بالفيديو شوفوا كيف ما شاء الله هذه القوالب تلاقوها عن محلات ابو خمسة اللي عايشين في السعودية وفي عدن تلاقوها بضمران وفي كمان محلات تانية بس اني ناس هي اسمه هي اشكال واحقام وهنا شوفوا قبت عود اسنان ولازم يعني تعملوا له فتحات زي كده عشان ما يتنفخش ما يتنفخش بالفرن الان بدخلوا بالتلاقع على بن مسخين الفرن على حرارة 180 لمدة 10 دقايق الى 15 دقيقة على حرارة 180 هذا الفرن تخيلوا انه له 70 سنة هذا فرن تيفال قديم قديم له 70 سنة اول فرن طبخت فيه بحياتي يعني شوفوا ما شاء الله خرج كيف القوالب خليته شوية بس تبرد وطلعت طبعا الكمية اللي اعطيتكم اياها تجيب 12 من القالب 12 حبة من هذه القوالب الكمية اللي انا عملت لخمسين جرام زبدة وكوب دقيق تجيب لكم 12 حبة الان للتغطية او للتخليط التلميع عندي مربى فرولة مع قليل ماء خلطه مع ماء وادخل الميكرويف او عمله بحمام مائي تعرفوا حمام مائي تحطوا ماء ساخن تحته بعد كده صفوها بالصفاية وهذا خليط التلميع بدل القيلاتين اذا عندكم قيلاتين استخدموا بس صدقوني مربى الفرولة او القام افضل بكثير من القيلاتين بالنسبة لي يعني والصراحة يكون دايما موجود بالبيت وهذه الكريمة قالت لكم لكل ما قصدت بالتلاقة كل ما طلع احلى يعني من قبله بيوم تعملوها تطلع احلى كريمة الكاسترد طبعا اللي نحن نسميها لبنية في طريقة ليه بالبيض وكده تعملوها بس هاجي يعني اسهل انكم تاخدوا من البقالة او سبل ماركت او اذا عندكم من رمضان الله يبلغنا رمضان يا رب نحن بعافية يا رب وشوفوا كيف بدت احشيها اعمال الحشواء الان لعبتي التزيين لعبتي الان كده شفتوا زي اقول لكم يالله بعضو من الساحة هذي انا قول لكم يا يالله بعضو من الساحة بنا يسعدكم ويرضى عنكم يا رب شوفوا بعد كده بدت احط الكريمة طبعا الكريمة ما تغرقونيش كتير يعني حلوة تكون باردة وهذا صدقوني التارت تقدم بارد طبعا اني لو زوجي شاف هذا الفيديو بيزعل كتير لانه هذا الفيديو قديم بس حبيت اني اعيد نشره عشان حسيته مظلوم هذا الفيديو ما انتشرش كتير بس صدقوني من ألد التارت اني مش شاطرة بالحلويات لكن بقول لكم ياها ألد تارت بتعملوه يعني زوجي لانه يحب التارت واهلي بالبيت يحبوا التارت لكن لما يضوقوا التارت تبعي وقلوا لي أحلب كتير من اللي نشتري يعني من المحلات الحلواني وكده اني ما قلوكم شاهد اني أتفاخر ابدا بس حاجة واثقة مني قربوا لنا وصدقوني متطلع لديدة وأظن المقادير سهلة من الصعبة ما فيهاش يعني حاجة فيها زبدة في بيض دقيق في بماء لا فيها حليب ولا في بيع يعني العقنة ما فيهاش حاجة على ماء يعني ولا فيها بيض خلاص بعد ما زينت بالفواكه حطت عليها خليط التلميع اللي بالمربة شوفوا كيف تقل خليط التلميع لما يبرد شوية يتقل شوية يطلع مثل الجيلاتين وصدقوني روعة هنا لمعت الفواكه عشان تفضل يعني الفواكه كده تلمع يعني اني بحتفظه بالتلاقة ما تتبلش يعني الفواكه يحافظ على الفواكه اني ما تتبلش كمان وخليها كده تلمع طبعا انتم تقدروا تعملوها بالنكهات اللي انتم حبيلنا نكهات الشوكولاتة نكهات اللوتس يعني تعملوها كمان بالفروط اللي قالت لكم المعلة بالفروط هم حاجة انه بس تعملوا طريقة البسكوت او طريقة التارت يعني بسكوت التارت وتتبعوا الخطوات كيف عملتوا اما النكهات زي ما تحبوا هذا كان اليوم من الفيديو ان شاء الله لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنت سحلوا منكم وابدا ما تنسوش انكم تشاركوا الفيديو مع اصحاب الحافة